السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي اعملين ايه وحشتوني معاكو سارة مصطفى من مباخي النهاردة ان شاء الله هعمل معاكو الخوخ ازاي اخزينه في تضيف فريزر وازاي اعمل عصير انا ما بحب اجيب كمية بجيب من سوق الجملة ليه ارخص واحسن وانضف ما بيعودش طبعا عند الفكهان يوم واثنين ده اليوم اللي بينزل فيه الناس بتشتري اه هخسره كويس جدا بنقعه عشر دقيق بمية وخل واخسره بمية كويس جدا وبعد كده بشيل منه اي حاجة اي عنقود اخضر هنا خلاص اخضرت الكمية وحطيتهم في حلة تمام طبعا فوائد الخوخ كتيرة جدا للاطفال والكبار هي وجبة خفيفة ومسالية لفقدان الوزن وبيكافح مرضى السكر وامراض القلب ربنا يشفيهم يا رب ويعفيهم تمام وبيساعد على تقليل الالق والاجهاد وبيساعد على منع السرطان ربنا يشفي كل مريض تمام واكيد طبعا فيه فيتامين جيم مش هانسة طبعا الحامل ربنا اقومها بالسلامة هنا حطيت اه نصف لمونة وغطيت كل مية وحطيت نصف لمونة هقولكو بقى فوائد للحامل بقى بيساعد طبعا الحامل هو فيه فيتامين جيم بيساعد الحامل على امتصاص الحديد ونسبة من الالياف طبعا وفيه فيتامين سي اللي بيساعد برضو الحامل على صحة عظامه واسنانه وغضريفه فهو مفيد بكل اشكاله يعني هو مفيد جدا هنا بقى هسيبها ربع ساعة على النار لحد الغليان وطبعا الغليان ده بيقتل اي مايكروب فيها هسيبها لحد ما هتجرب بقى بالشوكة كده الشوكة خلاص تدوسي عليها لو دخلت زي البطاطس كده يبقى خلاص تمام هندفي عليه ونسيبه يبرد وهنا طبعا هنقشره بصوا القشرة اصلا بتطلع سهلة جدا هو سخن بس انا ما استنيتش بصراحة عشان عايزة اطلع معاكم هنشل النوة منها تمام اشلنا النوة منها اعمل واحدة كمان معاكم طبعا لو عايزة تعمليه بقشره وتصفيه ما فيش اي مشكلة عايزة تقشره تمام كده احنا خلاص خلصنا كل الكمية اللي معايا هيجي بقى اه احطه في كياس طبعا المية بتاعته دي دي مية طبعا هي دي اللي بتحفظه زي مية الكمبوت كده انا هحط في كيس بحط مغرفتين ومغرفتين مية مغرفة خوخ ومغرفة مية طبعا اه اما باجي طلعه من دي فريزر بيبقى في ميته مش بزاود مية انا كده حطيت المية وحطيت الاي الخوخ يا دوبك بقى هعمله عصير معاكم بنحط الكيس ده لما نطلعه من دي فريزر نحطه في الخلاط ونحط السكر على حسب الرغبة وندرابه في الخلاط تمام اللهم بارك العصير جميل ومن غير مواد حافظة وانت عامله في البيت ونظيف وانت شايفه اصلا نضافته بعينك تمام وبكده العصير خلص بقى الفهنة ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة ولايك وشير اهو العصير يلا السلام عليكم ورحمة الله باي باي